طيب بمناسبة الكلام برضو في هذا الموضوع والصفقات والانتقالات خلينا نروح بقى شوية يعني عالميا لان الموضوع اعتقد ان هو برضو يعني بيثير الجدل في المنشطات اللي هي بتكون موجودة الغير دقيقة سواء محليا او عالميا زي ما كنت بقول لحضراتكو لو رحنا تحديدا لماركة الاسبانية كانوا بيتكلموا كان فيه تقرير منشور هناك عن سر عدم تفاوض الاندية الكبرى بقى هنا مع محمد صلاح نجم ليفر كول ده بالرغم ان اساسا هو محقق لو حنتكلم بلغة الارقام ارقام كياسية كياسية كبيرة جدا مع الريتز زي ما احنا عارفين 126 هدف في 204 مباراة يعني رقم ما هواش ابدا ابدا قليل صلاح عقده مستمر لندة سنتين مع فريقه وهم بيكلموا ان عليهم السعي بقى فيه تجديد عقده من دلوقتي لان ممكن بعد كده الموسم القادم حتنهال عليه عروض كتيرة جدا وده حيكون خسارة كبيرة ليفر كول بيرحيل صلاح بدون اكيد استفادة يعني مادية ده برضو لو هيخدنا بقى هيبين ايه داخليا خارجيا الكلام عن الانتقالات بتاعة اللعيبة لازم يكون فيها مستند ليه معلومات حقيقية انا ما طلع معلومة لازم اكون بطلع معلومة ومعها دليل علشان حتى القارئ بعد كده يصدقني لان انا شكلي كصحيفة او كجريدة او كموقع لما اقول حاجة وبعد كده يعني تم عدم مصدقية ليه الخبر موجودة وعا الارض الواقع يتم تكذبها يعني فاعتقد ده بيقلل من رصيد هذه الجريدة فلازم يكون فيه يعني بجد تطقيق في وسائل الاعلام والمعلومة اللي بتطلع لان اعتقد ده هيكون شيء اللي هيتضر في الاول وفي الاخر هو الموقع زي ما كنا بنقول فعلى كل حال يعني لسه التفاوضات لسه بنتكلم فحنشوف النهاية هتبقى فين بس واضح ان ده موضوع يعني لا وبعدين محمد صلاح كمان لم ينجوا من هذا الامر يعني برضو على ذكر الاشعاعات المتعلقة بالانتقالات كم مرة اتكتب وتقال مفروض بناء على تصريحات ما حصلتش اصلا ان برشلونة بيفاوض محمد صلاح ان ريال مدريد بيفاوض محمد صلاح وتحسوا ان الكلام ده كله الى جانب طبعا ان هو مش مصبوط الغرض الرئيسي منه عملية تشتيت او تشويش على اللاعبين تشتيت انتباههم وما يبقوش مركزين كل التركيز مع فرقهم زي ما قلنا الكلام ده قبل كده واستكملا لهذا الكلام برضو عن محمد صلاح امبارح برضو يورجين كلاب مدرب في الليفر كول قال ان النادي فتح بالفعل خط المفاوضات مع محمد صلاح عشان يجدد عقده ومن ضمن كلام اللي تردد ان النادي بيجهز عقد كبير لمحمد صلاح يعتبر هو اكبر عقد للاعب في تاريخ هذا النادي على الاطلاق طبعا هم المستفدين بطبيعة الحالة هم نتكلم على محمد صلاح اللي يعني بيلقى بالملك لفرفول واحد من اهم واشهر اللاعبين عالميا وتسوقيا كل ده مكسب كبير جدا للريتز ما في الشك هنشوف الايام جاية والتنقلات اكيد هتتعرفوا او هتبانوا لكن زي ما احنا بنتكلم احنا بنروح للمصدر الحقيقي زي ما كلمنا في بداية الموضوع برضو عن التنقلات القصة بالاهلي ياريت نستنى لغاية وما يبيصدر بيان من النادي لكن اللي بيحصل ده اكيد شيء غير محترفة لو هنتكلم على مستوى الاحترافية يعني